اكدت ادارة وتفتيش وسلامة المهنية بوزارة العمل انخفاض معدل الاصابات المهنية وتحديدا ضربات الشمس والاجهاد الحراري بنسبة تجاوزت 60% وذلك منذ بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حضر العمل تحت اشعات الشمس المباشرة وفي الاماكن المكشوفة خلال شهر يوليو واغسطس من كل عام مشيرة الى ان اهم النتائج المتحققة منذ تنفيذ القرار في عام 2007 وحتى العام الجاري انخفاض معدل الحوادث المهنية والاصابات الجسيمة الناتجة عنها بنسبة تجاوزت 40% خلال الخمس السنوات الماضية الى جانب ارتفاع مستويات الانتاجية لدى المنشآت بسبب تأمين ظروف العمل الملائمة خاصة مع قيام المؤسسات والشركات بعادة جدولة نظام العمل خلال فترة حضر العمل وقت الظاهرة بما يضمن سيرة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات الانتاجية مؤكدة في هذا السياق ان مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال توفير منظومة حماية ورعاية لجميع العمال دون استثناء اشتركوا في القناة